السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحدة الوصفة سهلة جدا وهي المفنز بالتوت البري او توت الازرق اللي يضع بزاف وسهلة وسريعة التحضير كنت مننا ان شاء الله تحجبكم الوصفة ونبدأوا باسم الله المقادير هي 310 جرام ديال دقيق الابيض نصف ملعقة صغيرة من بيكاربونات السودا ملعقة صغيرة من بيكن باودر او الخميرة للحلوة واحدة القبصة ديال الملح ونحتاج ايضا واحدة ملعقة كبيرة من سائل فانيلا اللي ممكن نعوده بالسكر فاني وايضا القشور ديال واحدة الحمضة متوسطة الحجم نحتاج ايضا الميتين وخمسين مليليتر من اللبن الرائب انا ما توفرش عندي اللبن فاستعملت ميتين وخمسين مليليتر من الحليب وضيفت عليها واحدة الملعقة كبيرة ديالخل غدينخلط هاد الخاليط هادا جيدا وغدينخليه تقريبا واحد جوش ديالدقائق وغدينستعملو في عوض اللبن في هاد الوصفة هادي غدينحتاجوا ايضا الميتين جرام ديالسكر الابيض ومية وعشرة ديالزبدة واحد تقريبا واحد الكوب من التوت الازرق ووجوش ديال البيضاء تنسيت ما حطيتهمش هنا في المقادير وغدينحتاجوا الصينية ديال المفنز اللي غدينغطيوها بهذا الأوراق هادو ديال المفنز الخطوة الأولى هي غدينوضعو الزبدة في الميكرو اوند او في شي كاسرونو غديندوبوها ونخليوها تبرد شوية بعدين نخلطو العناصر الجافة اللي هي الدقيق الملح بيكربونات الصودا والبيكين باودر او خميرة الحلوة غديننزجوها تلعناصر هادي جيدا وغدينحطوها جانبا في شي جبانية او قدر عميق هنضيفو السكر هنضيفو ايضا السبدة اللي دوبناها غدينخلطو هاد شوش ديال العناصر هادي جيدا حتى كنحسو بان السكر داب مع السبدة او تخلط معها مزيان كيف ما كتلاحظو هنا يا انا مستعملتش تطرب الكهربائي لان هاد الوصفة هادي سهلة بسف ما كتحتاش اننا نجبدو التطرب الكهربائي ايما بتطرب اليدوي او بسباتيولا كنخلطو ايضا اضفت القشور ديال الحامضة ولكن كنضن ان الجزء اللي صورت في هاد المقطع هادا ضاع او تمسح فكنضيفو تقريبا ملعقة صغيرة من قشور الحامض جوج ديال البيضات اللي كيكونوا في حرارة المطبخ والملعقة ديال الفاني كيف ما قلت ممكن نعودوها بالسكر فاني كنمزجو هاد العناصر هادي جيدا مع بعضها حتى كيتخلص البيض مع السكر والزبدة كنضيفو اللبن او اللي عملت انا الحليب زايد ملعقة كبيرة من الخل كنمزجو هاد اللبن هادا مع الخليط اللي وجدناه ديال الزبدة والسكر والفاني والقشور ديال الحامض كنمزجو جيدا حتى كيختافي تماما الحليب ومن بعد كنضيفو العناصر الجافة اللي خلطناها من قبل اللي هي الدقيق الصودا بيكين باودر والملح كننخلطو فقط الوقت الكافي اللي غدي ندمجو فيه الدقيق او العناصر الجافة مع العناصر السائلة نتفادوا اننا نخلطو بالزاف او نخلطو بالطرب الكهربائي في هاد المرحلة هادي باش ميجيوناش المافنز في حل الخبز قاسحين وانما يجيونا خفافو هشاش من بعد كنضيفو التوت الازرق كيف ما قلت كندن قلت في اول فيديو اللي ما توفرش عندو التوت الازرق ممكن يعوضو بالزبيب ايضا كتجي الوصفة الديدة لكن هاد الوصفة هادي هي وصفة امريكية تقليدية كيستعملوا فيها اللبن و التوت الازرق كتجي الديدة بالزاف من بعد ما كنمسجو التوت الازرق مع الخليط ديال المافنز كنوضعو هاد الخليط هذا في الورق الخاص بالمافنز كنعمروه تقريبا حتى الفوق لان هاد المافن هادا معروف انه كيكون طالع بزاف ما شيف حال الكابكيكس الكابكيكس عفون كيجيو على حد الكاغيت ما كيجوش عالين بزاف حيث كنزيدولهم من فوق الكريمة المافنز معروفين انهم كيجو من فوقين بزاف فكنعمروهم تقريبا حتى الفوق الى خفنا اننا يتنفخوا هاد المافنز هادو ويلسقونا في الحواف ديال الصينية ممكن قبل ما نزيدو الكاغيت ندهنو بشوية ديال الزيت النباتية الفران كيكون مسخن على درجة حرارة 180 سلسيوس و350 فرنهايت الناس اللي عندهم الفران ديال القاس كيشعلو له من التحت فقط على درجة حرارة متوسطة حتى كنحسو بهاد المافنز هادو طابو وتحمرو من جناب بعد كنشعلو له من الفوق باش يتحمرو من الفوق ايضا الفران كنشعلو على الاقل نصف ساعة قبل ما نوضعو هاد المافنز في الفرن كيبقوا تقريبا من 35 دقيقة الى 40 دقيقة في الفرن باش يطيبو مزيان ولكن ضروري ما نجربوهم يعني كنعملو واحد لعود ديال الكوكتيل في القلب ديال هاد المافنز الى خرجنا شفرة سافا كيكونو طابو الى خرجت فيه شوية ديال العجينة كنعودو نخليهم واحد خمسة ديال دقائق اخرى وكننخرجوهم فيكون هادا هو الشكل ديالهم مني كيخرجو من الفران ضروري ما نخليوهم يبردو شوية تقريبا واحد لعشرة ديال دقائق قبل ما نحيدوهم من هاد المول هادا او الصينية ديال المافنز كنستعينو بواحد الموس وكيتحيدو بكل سهولة فيكون هادا هو الشكل ديالهم من الاحسن انا نقدم هاد المافنز هادو هما باقي دافين مع القهوة او مع اتاي او مع الحليب الفطور احسن حاجة هي مع الفطور ولكن ممكن ايضا يعني نقدموهم في الاشياء مع الجود دي كنتمنى ان شاء الله تجبكم هاد الوصفة هادى بالنسبة للنات اللي كي بغيو يحتفظوا به هاد الحلويات هادو او هاد المافنز هادو في المجمد كنخليوهم حتى كي يبردو زيان ومبعد كنعملوهم في كيس بلاستيكي وكنحتفظوا بهم في المجمد بكل سهولة ما كيوقع لهم حتى شي حاجة من اللي كنبغيوهم كنجبدوهم المجمد واحد نصف ساعة وولي بغينا نسخنهم كنسخنهم واحد دقيقة او دقيقتين في الميكرو اند وكيبليو في حالي لعد خرجناهم الفران كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفة تجربوها وتجبكم وتجبولياتكم كنقول لكم الصحة والراحة وان شاء الله نتلقاوه في الفيديو القادم السلام عليكم